السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستقرأ عليكم ثلث القرآن فاجتمعوا فقرأ صورة الإخلاص قل هو الله أحد ثم دخل فخرج فقال يا رسول الله قلت ستقرأ علينا ثلث القرآن قال أما والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن كيف تعدل صورة الإخلاص ثلث القرآن قال فريق من أهل العلم إن القرآن على الإجمال مقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات قسم يتعلق بالقصص والأخبار فصورة قل هو الله أحد تتعلق بالعقائد تتعلق بالعقائد والتوحيد فيثلث بهذا الاعتبار الشيء من هذا أن القصص كما قال بعض العلماء يعد ثلث القرآن كذلك فيلزمنا أن نولي القصص القرآني اهتماما كبيرا ووالله ثم والله لو فتح الجامعة للقصص القرآني والصنباط ما فيه من أحكام ما كان ذلك كثيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله سبحانه الله قال في كتابه الكريم في بيان فوائد القصص وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فالقلب يطمئن بالقصص القرآني وقال تعالى في كتابه الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما أخبر بشيء من قصة موسى مع الخضر حتى بلغ قول موسى عليه السلام للخضر إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وددنا والله أن موسى عليه السلام صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما فالقصص القرآني لا تأثير في القلوب ولا تأثير في العقول ولا تأثير في المسيرة وسلامة المعتقد وطمأنينة القلب كما لا يخفى عليكم ولقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فأقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال واتلوا عليهم نبأ إبراهيم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق وعليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها وهكذا يؤمر الرسول بالتذكير بقصص الأنبياء نبيا بعد نبي وبالله التوفيق فمع شيء من قصة الوالد الكريم آدم عليه الصلاة والسلام والأم الكريمة حواء عليها الصلاة والسلام الأخرى عليهما سلام الله على الأب الكريم آدم عليه السلام سلام من الله وعلى الأم الكريمة حواء عليه السلام سلام من الله هذا وبداية أقول في كوننا خلقنا من أبوين كريمين آدم وحواء في رد على أهل الإجرام الذين يفعلون فعل قوم لوط وينادون به إن هؤلاء يجب أن يقدموا إلى محاكمة تقضي فيهم بحكم الله لأنهم يفعلون أفعالا أولا مشاقيقة لله ورسوله ثم يدعون إلى انقراض البشرية رجل تزوج رجل رجل تزوج رجلا وامرأة تزوجت مرأة من أين تأتي الذرية هذا مدعاه إلى قطع النسل مدعاة إلى قطع النسل قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل أي من قبل رسول الله ومن قبل الرسل عهدنا إلى آدم من قبل عهدنا له عهدا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ما العهد سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله لكن إجمالا عهدنا إلى آدم عهدا فنسيا ولم نجد له عزمة النسيان هنا ليس النسيان الذي هو الزهول العقل عن الشيء إنما النسيان الطرق هنا لأن الناس لا يؤاخذ ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو وقتانا قال الله قد فعلت والنبي قال اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر فليس النسيان هنا بمعنى الزهول العقل إنما النسيان هنا بمعنى الطرق ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فنسيا آدم فنسيا ذريته وعصى فعصى ذريته وجحد فجحد ذريته قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزمة المراد بالعزمة قوة الإرادة على فعل المأمور به واجتناب المني عنه قوة الإرادة ومنه قولنا اللهم إني أسألك العزمة على الرجد أن تعينني على ما هو رجد أن تقويني على ما هو رجد فهذا من الدعاء المأثور أسألك العزمة على الرجد قد تعلم أن هذا الأمر تركه فيه خير ولكنك تضعف وتنهزم واتقاه فيه قد تعلم أن تركه فيه خير لكنك لا تتركه وتقع فيه الخطأ آدم عليه السلام عهد الله إليه عهدا فنسي فنسي ترك العهد ولم نجد له عزما أي لم نجد له قوة على امتثال أمر الله واجتناب نواهي الله في هذا الصدق هذا على وجه الإجمال وبعد ذلك يأتي التفصيل فهنا إجمال ثم تفصيل وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا ذكروا الله بفضل على آدم زكر الله بفضل على آدم عليه السلام وأنه أسجد له الملائكة سجدوا لآدم قلنا للملائكة سجدوا لآدم سجود تحية وإجلال وطعظيم لا سجود عبادة وكان سجود التحية سائغا في من كانوا قبلنا قال تعالى ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا فهذا سجود تحية إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين فسجود التحية كان سائغا أما سجود العبادة فلا يجوز لأحد قال تعالى وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا كلهم حتى جبريل عليه السلام سجد الآدم لأن الله قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجدوا إلا إبليس هل إبليس من الملائكة؟ قال بذلك بعض العلماء بل يؤزل الجمهور ولكن الأدلة تقتضي أنه ليس منهم لماذا؟ لأنه قال خلقتني من نار والملائكة خلقت من نور ولأن الله قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي فصريح فأنه من الجن فلكن وجه إليه الأمر مع الملائكة فأبى فسجدوا إلا إبليس أبى فهكذا يوطأ للقصة قال تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك هم تنعن السجد لك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى انتبه احذر يا آدم فالشيطان عدو لك ولزوجك فلا يتسبب في إخراجكهم من الجنة فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى وبين الله له ما هو فيه من النعم إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى أنت الحمد لله مطعم مكسو إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ريان أنت ريان مروي ولا تضحى لا تأتيك شمس تؤذيك أنت في مقام أمين آكل شارب آمن كذلك مطمئن لا تتعرى لا تعطش مرتاح إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى فمن نعم الله علينا أيها الإخوة وإن كان كثير من الناس لا يعونها نعمت الإطعام من جوع الإطعام من جوع قال تعالى ملتنا على القراشيين فليعبدوا رب هذا البيت ذكر أول منة الذي أطعمهم من جوع والثانية آمنهم من خوف تأكل وأنت آمن الجوع أيها ذنب الله قد يحملك على كل شيء محرم فلذلك امتنى الله علينا بإطعمنا من جوع وتأمننا من الخوف قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء فالأكل والطعام ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأتني نعمتان قل من يشكرهما جدير بنا في هذه الأزمات أن نسعى لإطعام الجياع نسعى لإطعام الجياع فإن ربنا قال فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام إطعام في يوم ذي مسغبة أيام المجاعات الأزل فيها أعظم إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيم قريب أو مسكنا ذا مطربة لا سيقدر بطربنا الفقر علينا أن نولي الإطعام حقه إطعام المساكين نوليه حقه ويكفي أن النبي يسئل أي الإسلام خير يا رسول الله قال إطعام الطعام يؤفشاء السلام إطعام الطعام شأنه عظيم وعشرات الآيات حسة على هذا حسة على الإطعام قال تعالى في كتابه الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الخليل يشكر ربا فيقول الذي خلقني فويديني والذي ويطعمني ويسقيني فالإطعام ابذلوا فيه جهدا يا أهل الإسلام قال تعالى إن لك أن لا تجوع فيها في الجنة أنت مطمئن لا تجوع فيها ولا تعرى في الستر مطلوب ليستك الكفر من المشاريق والملاحدة والأوروبيين الذين يتعرون ويكشفون السوآت لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها لا تعطش يعني أكل شارب الحمد لله مكسو ولا تضحى لا تؤثر فيك الشمس ليس هناك حر ولا تعب ممكن تأكل وتأشر بتاكن تكون هناك منغصات الحر يزيك لكن لا تضمأ فيها ولا تضحى الوضع المطمئن كل من حيث جئتما إلا شجرة واحدة شجرة واحدة لا تأكلها من اختبار وابتلاء يعني يا آدم كل من كل أشجار جنة كل من كل ثمار الجنة لكن في شجرة يا آدم منعناك من الأكل منها لعلة نحن نعلمها كل من كل شيء إلا هذه الشجرة رغدا هنيئا عيشا رغيدا ولا تقرب هذه الشجرة حذرهم الله سبحانه وتعالى ولكن ماذا كان والله حذرهما وقال إن هذا عدو لك ولزوجك انتبه يا آدم ولا تقرب هذه الشجرة يا آدم فبدأ الشيطان عياذا بالله وقد أقسم وأل على نفسه لما طلنا جنة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين أقسم فبعزتك يقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراتك المستقيم عند كل طريق يوصل إليك سأسد عليهم سأقف أمنعهم من دخولي أرادوا يصلوا لك لا ما أصلي أشغله بأي لعب بأي كورة بأي فيلم بأي بنت بأي شيء يأتي يجاهد سأشغله عن الجهاد في أي باب خير سأجدني واقفا أصدهم عن دخوله إلا عبادك منهم المخلصين فبدأ الشيطان مع الأب آدم الكريم عليه السلام الله بدأ الشيطان يعمل قد تكون أنت صالحا أنت رجل صالح والفتاة صالحة فتاة بعيدة عنك أنت صالح وصالحة لكن الشيطان لا يسقط يفسدك يفسدها يفسدك يفسدها قال فوسوس إليه الشيطان بدأ الشيطان يعمل عمله في الخفاء الوسوس الصوت الخفي في الأذن في الأذن وفي الصدر في الصدر أيضا الذي يوسوس في صدور الناس ماذا قال في وسوسته بدأ يتكلم في صورة الناس وصح الأمين هو غشاش وأكبر الغشاشين كذاب قال يا آدم يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك اللي يبلى هل أدلك على شجرة الخلد في شجرة يا آدم تعالى سأدلك على شجرة إذا أكلت من رأيت الجنة فيها نعيم لن يستطيع ربك أن يخرجك منها أبدا لن يستطيع ربك ستكون ملك ولن تموت أنا أعرف يا آدم لن تموت ستعيش أبدا الدهور ما تموت وربك لن يستطيع التسلط عليك انظروا كيف الإغواء وكيف الإغراء من شخص كذاب أشر شيخ الكذبين آدم هل أدلك أرشدك على شجرة الخلد وملك اللي يبلى اقتنى آدم بالفكرة وضعف آدم ضعف آدم عليه السلام كما قال الرسول يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتان حب الدنيا وطول الأمل فصدق آدم عليه السلام إبليس وإبليس ليس بأهل أن يصدق كذاب أشر قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك اللي يبلى فأكل منها فأكل منها ماذا كان لما عصى يا ربهما وأكل منها في الحال أكل من العقوبات الكبرى فأكل منها في الحال تعري زرر العقوبة تعري بدت لهما سوأتهم نجعا هما اللباس لباس الجنة الجميل الحرير الطيب كل أفضل أنواع اللباس نزعا من على آدم وحوال وتعريا كعقوبة من الله أهل الكفر الآن يتعرون عن عمد اتباع لإبليس والعياذ بالله الله قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا اصطروا نفسكم يا بني آدم يا بنتي التي تمشي وأنت عجيزتك ظهرة ومجسداها وأنت يا أيها الشاب الذي تمشي والسروال سيسقط عليك البنطلون يسقط من الخلف اصطروا أنفسكم اصطروا أنفسكم قال سبحانه فبدت لهما سوآتهما أول عقوبة بدأت السوآت نزع اللباس لك ألا تجوع فيها ولا طار نزع اللباس فبدأ بسرعة آدم يريد يسطر نفسه هو زوجته السوآت ظهرت العورات ظهرت طفق يقصفان عليهما من ورق الجنة يأتي الورق من هنا ورق من هنا من المتصاقط يلسق هذا على سوآته من الأمام والخلف يسطران أنفسهما طفق يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى علمه كلمات يقولها حتى تب عليه به الذي علمه الكلمات هو الله فتلقى آدم ربيه كلمات فتاب عليه ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لن كنن من الخاسرين قال سبحانه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا جاءت عقوبة كبرى اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو أنت يا آدم ويحواء ويبليس وذكر بعضهم الحية ولا يسبت لها ذكر بسلد صحيح فإما يأتي أنكم مني هدى وصل الله الأبوين الكريمين ومن ثم الذرية الذين هم نحن إما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق فهذه وصية الله للوالدين الكريمين آدم وحواء ولذريتهم إما يأتي أنكم مني هدى رسل بكتب من عندي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق ومن آرد عن ذكري فإن له معيشة ضنكة من آرد عن كتاب الذي أنزلته وسنن رسلي الذين أرسلتهم فإن له معيشة ضنكة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عذاب القبر ولكن هذا داخل فيها أصالة لكن لا يمنع ما عداه فالمعيشة ضنكة تكون في الدنيا وتكون في القبر تكون في الدنيا وتكون في القبر أياذا بالله من آرد عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى يحشر المعرض عن ذكر الله أعمى يوم القيامة فيقول بتسائلا ربي يا ربي لماذا حشرتني أعمى لماذا لماذا لما حشرتني وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك أياتنا فنسيتها تركت العمل بها وكذلك اليوم تنسى تترك مملا وكذلك اليوم تنسى يحشر أقوام عياذا بالله عميانا يوم القيامة عميان عميان ونحشرهم يوم القيامة على وجم عميان وبكما وصم قال سبحانه كذلك أتتك أياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى والأمر على التعميم ليس خاصا بالواقعة فكثيرا ما تذكر القصة وبعدها نخرج من حيز الخصوص إلى العموم فلما ذكر الله أهل الإجرام من قوم لوط قال فأرسلنا عليهم حجرة من سجيل منضود قال بعدها مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد في باب الخير أيضا لما أنجأ الله نوحا قال نعمة من عندنا وكذلك نجز من شكر كذلك موسى عليه السلام لما بلغ أشده استوى أتيناه حكما وعلم وكذلك نجز المحسنين ليس موسى فقط كل محسن يجاز ونحبه في يوسف عليه السلام كذلك أيوب لما شفي بعد ذكر قصته يقول الله تعالى رحمة من عندنا وذكر للعابدين يتذكر العابدون أيوب فيدعونك ما دعا ويصبرونك ما صبر حتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى حيز العموم قال تعالى وكذلك نجز من أصرف تجاوز الحد في الأسيان والتمرد كالأوروبيين الكفر الذين تجاوزوا الحدود في كل شيء حتى إن أحدهم يريد أن يتزوج الآخر أما أدري رئيس دولة يريد يتزوج رئيس دولة أيضا ولا يخطبه ولا كيف سيكون الأمر رئيس دولة كبرى يتزوج رئيس دولة كبرى من العريس ومن العروس ومن المنجب أين الرحم أقول يا إخوة والله البهيم أفهم منها هل رأيتم ديكا ينزو على ديك هل رأيتم كبشا ينزو على كبش هل رأيتم جملا ينزو على جمل خالف الفطر الحيوانات أفضل منهم يا أهل الإسلام الحيوانات أفضل من هؤلاء الأوروبيين الكفر الذين زعموا التقدم في الدنيا وهم أرجاس أنجاس هم أرجاس أنجاس قال تعالى وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ثم الآيات بعدها أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم هل نظر هؤلاء القوم سنمشيك القريش أو من بعدهم أو من قبلهم أفلم يهدي لهم أفلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كما قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم قال تعالى قالت على إن في ذلك الآيات دلالات وعبر لأولنها أصحاب العقول النهيرة الرشيدة ولولا كلمة سبقت من ربك لولا أن كتبن عليهم منهم يعذبوا في وقت معين لكان لزاما أي كان عذبهم ملازما لهم من الآن وأجل مسمى هنا تقديم وتأخير كما قال العلماء ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما أي لكان العذاب ملازما لهم فهنا ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب ملازما لهم من الآن قال تعالى لكان لزاما وأجل مسمى فما الألاج أمام تكذيب المكذبين ما الألاج أمام تكذيب المكذبين قال تعالى فاصبر على ما يقولون علاجات والله يا إخوة لا يصفوا أي طبيب حاذق إنما يذكرون بها رب العالمين ما العلاج فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان هذا في الأمر صلتان صلاة الصبح وصلاة العصر وهم المفرودتان على الأمم من قبلنا وكان في صدر الإسلام إلى أن عرج بالرسول الله صلى الله عليه وسلم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هما صلاة العصر وصلاة هما صلاة الفجر وصلاة العصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيارجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأعلم كيف وجدتم عبادي يقولون تركناهم هم يصلون وأتينهم هم يصلون هما أفضل الصلوات الفجر والعصر من ترك صلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر عند جمهي العلماء وإن كان الشافعي رجح أنها الفجر لأن فيها القنوة عنده لكن الجمهور على أنها العصر قال عليه الصلاة والسلام الذي تفوته صلاة العصر كأنه موتر أهله ماله قال تعالى فاصبر على ما يقولون إذن العلاج دائما وأبدا العلاج يتمثل في أشياء أولها الصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على أي حدث قلة في المال قلة في الولد مرض بالبدن تصلت عدو ابتلاء من أي جهة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وكي نستعين بالصبر كما قال تعالى مبينا واصبر وما صبرك إلا بالله لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله فاسأل الله أن يصبرك وقم صلي صلاة العلاج ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فماذا فسبح بحمد ربك صلي لربك وكن من السجدين وعبد ربك حتى يأتيك الأخين دائما الأمر بالصبر استعانى بالصبر والصلاة مطلبان كان ابن عباس رضي الله عنه في سفر وآته أخيه خبر أخيه قثم ابن عباس وكان شبيها بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أخوك مات يا ابن عباس فتنحى عن الركب وقام يصلي فقال الله قال يا ابن عباس أتاك خبر موت أخيك وتصلي قال سبحان الله ما أنساك لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إبراهيم لما أخذت منه زوجته سارة عليه السلام وراد الجبار أن يعتصبها قام على الباب يصلي صبر وقام يصلي عليه الصلاة والسلام فالاستعانة بالصبر والصلاة كان الرسول إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام مطلب صبر مع الصلاة ومع ذلك أيضا أحيانا أعرض عنهم وتوكل على الله لا تنشغل تفكير فيهم كثيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غربها ومن آناء الليل ساعات الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى قال بعض العلماء انتظمت الفرائض الخمسة وأطراف النهار لعلك ترضى فالصلاة مخرج عظيم من الفتن الصلاة مخرج عظيم من الفتن ويقول تعالى ذكره في كتابه الكريم ذكرنا بشيء حتى لا تتشتت نفوسنا يقول تعالى ولا تمدن عينك إلى ما متعن به أزواجا منهم ما المراد بالأزواج هل النساء فقط لا ليس النساء فقط أزواجا منهم أصنافا من الناس هذا أمده الله سبحانه وتعالى بمال كثير وفير وهذا أمده الله بذرية كثيرة وفيرة وهذا أمده الله بعلم دنيوي غزير زائل وهذا أمده الله بحرفنا في الكرة ما يقولون أزواج متعت بأصنافه من المتاع إذا أتبعت نفسك كله ولا أضعت أتاك الله مليون ونظرت إلى واحد مع مئة مليون تقول تحتقر نعمة الله قال الرسول إذا نظر أحدكم من الأنفاق فلينظر إلى من هو أسفل منه فإنه أجدر أن لا تزدر نعمة الله عليكم واحتزوج زوجة حسناء لا تمد عينيك إليها أقنع بما أتاك الله فالأزواج هنا الأصناف من الناس لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا والزهرة تزبل بعد مدة الزهرة تزبل لذلك من أن تزبل الزهرة هل الزهرة التي تتفتح وتطيب رائحتها تدوم أبدا زهرة زائلة زهرة زائلة وردة الآن حمراء ورائحتها طيبة بعد مدة ما شأنوها انتهت فتاة في غاية الحسن والجمال جميلة جدا ما مصيرها وما نهايتها بعد سنوات قليلة تصبح جوش شمطاء شعروها أبيض لعبوها يسيل زرام حني تتقزز أن تنظر إليها تتقزز أن تنظر إليها إلا أن كنت مؤمنا رحيما كما قال القائل الحرب أول ما تكون فتية الحرب أول في أول شأنها كل يريد يخضها الحرب أول ما تكون فتية يسعى تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليله شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل الحرب في الأول كل واحد عام الشجاع ويريد أن يحارب ويشتب في الآخر ويسب بعدما تدخل الحرب ترى رؤوسا هشمت وإذي قطعت ومنازل دمرت بعد تصبح الحرب يعني أصبحت العجوز بعدما كانت فتاة بكر جميلة الكل يتهافت على تقبيلها كل واحد تف عليها كل يالتها ما كانت قال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه فكل ذي نعمة مختبر فيما هو فيه صاحب المال مختبر في ماله صاحب المنصب مختبر في منصبه صاحب الزوجة الحسنة مختبر في زوجته الحسنة صاحب الأولاد مختبر في أولاده كل ذي نعمة مختبر فيه ولذلك سليمان الكريم النبي الكريم لما رأى عرش ملكة سابق مستقرا عنده في مسافة قبل أن يرتد إليه طرفه قال هو بثكاء حاذق موفق هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ممتعن بي أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه كل منع من عليه إنما يبتلى في النعم التي أنعم الله عليه بها صحة كانت مال جاه منصب أولاد أي نعمة ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربنا الإيمان به والعمل الصالح ورزق الذي رزقك الله إياه من الحلال الطيب خير وأبقى ثم قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها استبر على الصلاة أيضا أنت الآخر قل الله قالت استبر عليها أهل زوجتك إنما الصحيح واستبر عليها على الصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعقبة للتقوى حافظ على صلاتك سترزق جاء وقت الصلاة أيها التاجر اذهب للصلاة اقفل المحل وذهب للصلاة سترزق سيبارك لك في الرزق وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى النهاية الحسنة للمتقين ثم إن أهل الشرك قالوا لو لا يأتينا بآية من ربه لماذا الرسول لم يأتي بمعجزة فالجواب عليهم أولم تأتيهم بيينة ما في الصحف الأولى البينة الدل على صدق رسولنا في كتب إبراهيم وكتب موسى وكتب عيسى والرسول موصوف تمام الوصف في التوراة والإنجيل أولم تأتيهم بيينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل بعثة الرسول لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربس فتربسوا أنا منتظر وأنتم منتظرون وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إننا عاملون وانتظروا إننا منتظرون قل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى انتظر وسننتظر وسنعلم وستعلمون من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد ومن أعظم ما يؤخذ منها اذكروا أن المعاصي تزيل النعم إذا كنت في نامة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم كما لا يخفى أبونا آدم وأمونا حواء ونحن لسنا بخير منهم نزعنهما اللباس ونزل إلى الحياة الدنيا وأخرج من الجنة بسبب المعصية عافينا الله إياكم وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته